بسم الله الرحمن الرحيم مرحبا بكم أعزائي الطلبة في مادة اللغة العربية للصف الثالث الاعدادي درسنا اليوم إعداد خطة عمل للموضوع الإنشائي الحجاجي أتذكر أقرأ كل موضوع إنشائي مما يأتي وأحدد نوعا الموضوع الأول قمت بجولة في عطلة الربيع بمنطقة جبلية للترفيه عن النفس وفجأة داهمك حيوان خطير لم تنجو منه إلا بصعوبة أسرد ما حدث واذكر الطريقة التي مكنتك من التخلص من هذا الحيوان ألاحظ حدد الجزء الأول من الموضوع المعطى المكان والزمان والشخصيات والحدث الرئيسي يتضح من المعطى وجود بنية ثلاثية هي البداية وسياق التحول والختام في الجزء الثاني من الموضوع وهو المطلوب نجد فعل أمر أسرد يتطلب نقل الأحداث إذن فالموضوع هنا موضوع سردي يتطلب حكاية قصة الموضوع الثاني زرت قلعة البحرين فوقفت مندهشا أمام بنيانها العظيم ومعمارها الجميل صف القلعة من الخارج والداخل مبرزا خصائصها وما تركته من أثر في نفسك ألاحظ حدد الجزء الأول من الموضوع المعطى الموصوف الرئيسي قلعة البحرين في الجزء الثاني من الموضوع المطلوب نجد فعل أمر صف يتطلب من زائر القلعة وصف ما رآه إذن موضوعنا هنا موضوع وصفي يتطلب وصف مكان الموضوع الثالث العمل بالساعد لا يقل أهمية عن العمل بالفكر أكتب نصا حجاجيا تدعم فيه صحة هذا الرأي بما تراه مناسبا من حجج ألاحظ حدد الجزء الأول من الموضوع المعطى رأيا فيه اختلاف بين الناس في الجزء الثاني من الموضوع المطلوب نجد فعل أمر أكتب متبوعا بتوضيحات نصا حجاجيا تدعم فيه الرأي ويتطلب حججا وبراهين على صحة الرأي فالموضوع هنا موضوع حجاجي يتطلب دعم فكرة وتأكيدها أتعرف أقرأ الموضوع الإنشائي الآتي يرى البعض أن الثقافة عامل من عوامل توجيه الشباب وتنمية شخصيتهم وتقدم المجتمعات أكتب الأفكار الرئيسة التي تراها مناسبة لهذا الموضوع في حدود خمس أفكار أكتب مقالا حجاجيا تتوسع من خلاله في عرض الأفكار الرئيسة مؤكدا وجهة النظر السابقة بحجج متنوعة الأفكار الرئيسة الخمس المناسبة لخطة هذا الموضوع هي الثقافة مهمة في حياة الفرد والمجتمع الثقافة تبني وجهات نظر الشباب وتحدد اتجاهاتهم الثقافة تنمي شخصية الشباب وتقويها الثقافة تساعد على نهضة المجتمع وتقدم وازدهارة الثقافة وسيلة حياة وأداة لبناء الشعوب بناء سليما أتدرب أقرأ الموضوع الإنشائية الآتية ثم أجيب عن الأسئلة يختلف الناس في نظرتهم لمواقع التواصل الاجتماعي بين من يعدها مفيدة ومن يعتبرها مضيعة للوقت اكتب الأفكار الرئيسة التي تراها مناسبة لخطة هذا الموضوع توسع في عرض ذلك الاختلاف مبرزا مبررات وجهة نظرك بالتأييد أو المعارضة ما العبارة الرئيسية في هذا الموضوع؟ العبارة الرئيسية في هذا الموضوع هي مواقع التواصل الاجتماعي ما موضوع الاختلاف حول مواقع التواصل الاجتماعي؟ موضوع الاختلاف هو جدوى مواقع التواصل الاجتماعي ما الرئيان المتعلقان بمواقع التواصل الاجتماعي؟ هناك رئيان رأي أول يعد مواقع التواصل مفيدة ورأي ثاني يعدها مضيعة للوقت أحدد الأفكار الرئيسة الخمسة لهذا الموضوع مواقع التواصل الاجتماعية كثيرة تساعد مواقع التواصل الشعوب على التعارف والتعاون والتضامن ظهرت مواقع التواصل الاجتماعية حديثاً مواقع التواصل تضيع الوقت وتشغل الناس عن مهامهم الأساسية تنمي مواقع التواصل ثقافة الحوار والتسامح بين الأفراد والمجتمعات أدمن بعض الناس على مواقع التواصل واستنزفوا أوقاتهم في متابعتها مواقع التواصل تساهم في نشر المعرفة يتابع الناس مواقع التواصل من هواتفهم النقالة حل التدريب الأفكار الرئيسية الخمسة للموضوع هي تساعد مواقع التواصل الشعوب على التعارف والتعاون والتضامن مواقع التواصل تضيع الوقت وتشغل الناس عن مهامهم الأساسية تنمي مواقع التواصل ثقافة الحوار والتسامح بين الأفراد والمجتمعات أدمن بعض الناس على مواقع التواصل واستنزفوا أوقاتهم في متابعتها مواقع التواصل تساهم في نشر المعرفة أطبق أقرأ الموضوع الآتية ثم أحدد خطته في خمس أفكار رئيسية مناسبة يرى بعض الناس أن قراءة الكتب الورقية أفضل من قراءة الكتب الأكترونية أكتب الأفكار الرئيسة التي تراها مناسبة لهذا الموضوع توسع في عرضها مستعيناً بحجج متنوعة تبين وجاهة هذا الرأي الأفكار الرئيسية الخمس لخطة الموضوع هي قراءة الكتب الورقية لا تؤذي عين القارئ لقارئ الكتاب الورقي مجال لوضع تعليقات وملاحظات في الصفحات بوسع قارئ الكتاب الورقي إعادة قراءة أي صفحة بيسر وسهولة يمكن نقل الكتاب الورقي بسهولة يمكن قراءة الكتاب الورقي في أي مكان أعزائي الطلاب نشكر لكم حسن مشاهدتكم واستمائكم